موسيقى السعودية تعرب عن آملها في أن تكلل اتصالتها مع الأطراف اليمنية بتحقيق السلام واشنطن تدعو ميليشيا الحوثي لسماح بوصول المساعدات والإفراج الفور عن موظفيها الميليشيا تعلن الإفراج عن واحد وعشرين من أسراها في عملية تبادل مع الحكومة لوساطة محلية وادي المشاعر في تعز رافض مهم للأسواق بالخضار ومورد للكثير من الأسر موسيقى أهلا بكم إلى نشرة الخامسة من قناة بلخيس معكم هشام سيادين وأسيا ثابت أعربت السعودية عن آملها بأن تكلل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومستدام للأزمة في البلاد جاء ذلك وفق بيان نشرت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على تويتر عقب لقاء جمع فريقا سعوديا مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وقالت أن سفير المملكة لدى اليمن محمد الجابر نقل للعليمي تمنيات بلاده بأن تكلل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومستدام في اليمن وأشارت إلى أن سفير آل جابر أطلع رئيس مجلس القيادة وأعضاءه على نتائج زيارته إلى صنعان ونقاشاته مع الحوثين بمشاركة وفد من سلطنة عمان وما رفق من أجواء إيجابية حد وصفه جانبي قال المباطل الأمامي إلى اليمن هانس كومبيرك إن اليمن أمام فرصة غير مسبوكة لإنهاء الحرب داعيا أطراف النزاع إلى اتخاذ خطوات جريئة نحو سلال وأوضح في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أن عددا من عناصر الهدنة ما زالت تنفذ رغم انقضائها مشيرا إلى تدفق سفن الوقود والواردات عبر ميناء الحديدة إضافة إلى استمرار الرحلات الجوية بين مطار صنعى وعمان وحضر الوسيط الدولي من عودة تصعيد العسكري في الجبهات داعيا الأطراف إلى المحافظة على التهديئة وضبط النفس الإيجابية للهدنة قد استمرت حتى بعد إنقضائها قبل ستة أشهر والأطراف تتعاون من أجل تحديد الخطوات المقبلة وأعتقد أننا لم نرى مثل هذه الفرصة لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب منذ ثمانية أعوام ولكن المشهد يمكن أن يتغير إلا إذا اتخذت الأطراف خطوات جريئة نحو السلام لقد شهد الأطراف النتائج التي يمكن للمفاوضات أن تحققها من البوادر المشجعة كذلك سيدي الرئيس أن عددا من عناصر الهدنة لا يزيل ينفت حتى بعد إنقضائها تمر اليمن الآن أو يمر اليمن الآن بفترة هي الأطول فترة هدوء نسبي هي الأطول خلال هذه الحرب الشرسة عمليات تضفق السفن التي تحمل الأغذية والوقود والمواد التجارية الأخرى إلى ميناء الحديدة تستمر والرحلات التجارية تستمر كذلك بين مطري عمان وصنعاء ولكن هذا ليس كافياً فالكثير من المدنيين يوجهون الكثير من المشاق يومياً وتطورات الأخيرة تتذكرنا بأن التصعيد يمكن أن يهدر المكازب التي تحققت بشغل الأنفس في سياق آخر عبرت واشنطن عن قلقها إزاء القيود المفروضة من قبل مليشي الحوثي على وصول المساعدات الإنسانية وقال نائب ممثل واشنطن في الأمم المتحدة بالإنابة السفير جيفري دي لورنس إن الحوثيين يتدخلون في تقييمات المستقلة عمليات التعاقد والمناقصات ويقيدون حرية حركة المرأة وكداً ضرورة وضع حض لهذا التدخل لأنه يعيق إيصال المساعدات إلى أكثر الفئات ضعفاً في اليمن وأدعت مليشي الحوثي إلى إطلاقه السراح موظف سفارة الأمريكية المحتجزين قصراً منذ 18 شهراً فوراً وبدون أي شروط احتفاء سعودي أمل أممي وقلق أمريكي هذا ما يبدو عليه مشهد اليمن إقليمياً ودولياً فالسفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر عاد من صنعاء بعد جولة مباحثات عقدها مع الحوثيين لم تعلن مملكة عن تفاصيلها وحال وصوله الرياض أطلع ألجابر مجلس القيادة اليمني على طبيعة النقاشات السعودية مع الحوثيين وفق بيان الخارجية السعودية الذي أعربت فيه المملكة عن أملها بأن تؤدي الجهود إلى تحقيق حل شامل ومستدام للازمة اليمنية كانت السعودية قد أوفدت إلى صنعاء فريقاً رسمياً برئاسة سفيرها محمد الجابر لمناقشة خطة سلام تتضمن هدنة لمدة ثلاثة أشهر تليها مفاوضات ثم مرحلة انتقالية لمدة سنتين بحسب صحف دولية إلا أن المناقشات السعودية الحوثية التي وصفت بالإيجابية لم تتضح نتائجها النهائية بعد الولايات المتحدة الأمريكية ورغم تأييدها للتقارب السعودي الحوثي إلا أنها بدت قلقة على الوضع الإنساني حيث اعترضت على القيود التي تفرضها ميليشيا الحوثي أمام وصول المساعدات الإنسانية وأكدت واشنطن على لسان نائب موثلها في الأمم المتحدة ضرورة وضع حد لتدخلات الحوثيين الضارة بالفئات الأكثر ضعفاً في اليمن الأمم المتحدة ظهرت سعيدة بمسار التقارب السعودي الحوثي وقال مبعوثها لدى اليمن بروندبرغ إن اليمن أمام فرصة غير مسبوقة لإنهاء الحرب وأوضح خلال يحاطته المجلس الأمن أن بنود الهدنة مستمرة رغم انقضاء مدتها داعياً الأطراف اليمنية لاتخاذ ما وصفها بالخطوات الجريئة باتجاه السلام بالنسبة اليمنين فإنما يجري تنفيذ لخطة إقليمية دولية أضحت فيها اليمن مجالاً لتقاسم النفوذ الأجنبي باسم سلام السلام الذي تحصد نتائج الميليشيات أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه حسب الاتفاق مع السعودية بين البلدين سيعيدان فتح سفارتيهما في موعد أقصاه التاسعة من شهر المقبل وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجه دعوة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة طهران بعد تلقيه دعوة من الأخير لزيارة الرياض وبين تفاهمات سعودية وإيران ومشاورة صنعاء تقف الحكومة الشرعية عاجزة دون موقف ولا تملك سوى مباركة الجهود السعودية لأحلال السلام أعربت طهران عن أملها في إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في الرياض بحلول التاسع من مايو القادم وفق الاتفاق المبرم بين البلدين يأتي هذا التصريح في ظل تبادل دعوات وفود بين الرياض وطهران في إطار حراك إيراني سعودي في المنطقة لرسم خارطة السلام بين أقوى دولتين في الإقليم كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني صرح في وقت سابق بأن إيران وجهت الدعوة إلى ملك السعودية لزيارتها هرولت السعودية لإنجاز سلام اللحظ يتجاوز طهران فذهب وزير خارجيتها إلى سوريا حاملا معه دعوة رسمية لبشار الأسد وذهب سفيرها لدى اليمن على رأس وفد سعودي لصنعاء للقاء قيادات ميليشيا الحوث خرج السعوديون بآمال ضئيلة في حل حالة ما وصفتها الميليشيا بالقضايا العالقة بعد عيد الفطر لإتمام التفاهمات بين الطرفين تمضي السعودية في سعي محموم لتصفير مشاكلها في المنطقة وإعادة ترتيب علاقاتها المقطوعة وتطبيعها مع إيران وأدواتها في المنطقة منها نظام سوريا وميليشيا الحوثي بمقابل كل هذا يذهب رئيس مجلس القيادة وأعضاؤه لتأكيد دعمهم لأهداف السعودية في اليمن وهل بيدهم غير ذلك؟ فالمجلس الذي جاء كمحصلة لإرادة الرياض وبعد إخفاقه أمام التحديات التي واجهته خلال عام منذ تشكيله يبدو أضعف من اتخاذ أي موقف وترحي أي شروط تفاوضية أمام قرار السعودية بل ولم يعد بيده إلا مباركة جهود المملكة كعادته يبدو السلام بعيدا عن اليمنيين فإذا كان السلام السعودي الإيراني سيحمي الرياضة من صواريخ ومسيرات الحوثي فمن سيحمي اليمنيين من تصعيد الميليشيا؟ أعلنت اللجنة الدولية لصليب الأحمر أنها يسرت نقل 104 محتجزين من مطار أبهى إلى مطاري صنعاء وعدن في مبادرة سعودية أحدية الجانب وقالت مسجارة الإعلام إلى اللجنة الدولية جيسيكا موسان طائرتين نقل 48 محتجزا من أبهى في جنوب السعودية إلى صنعاء الخاضعة للحطيين فيما نقلت طائرة ثالثة ثمانية سجناء من أبهى إلى عدن المقر المؤقت للحكومة وأشارت موسان إلى أن عملية الإفراج هذه جاءت خارج المفاوضات التي جرت في سويسرا الشهر الماضي وضحت اللجنة أن اللجنة الدولية لصليب الأحمر تسهل عملية النقل وتوفر دعم اللوجيسي إضافة إلى قيامها بإجراء أخرى مثل إجراء مقابلات مع المحتجزين السابقين رحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن أربعة صحفيين مختطفين لدى ميليشيا الحوثي منذ ثمان سنوات وأكدت المنظمة أنه ما كان ينبغي على الميليشيا احتجازهم في المقام الأول مطالبة بإطلاق كافة المحتجزين وأضافت في بيان المقتضب نشرت على حسابها في تويتر أن الصحفيين حكم عليهم بالإعدام بعد محاكمة بالغة الجور كما عانوا من انتهاكات مروعة بما في ذلك الإخفاء القسري والإحتجاز التعسفي والحرمان من الرعاية الطبية والحبس الانفرادي والتعذيب وسقبلت مارب الأحد الماضي الصحفيين المختطفين الأربعة وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة وميليشيا الحوثي أعلنت ميليشيا الحوثي الإفراج عن 21 من أسراها في عملية تبادل مع الحكومة الشرعية بوساطة محلية وقال القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى أن عملية تبادل تمت في عدة جبهات بوساطة محلية دون مزيد من التفاصيل فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة حول عملية التبادل وفي وقت سابق يوم الاثنين كشف مسؤول ملف الأسرى والمعتقلين في المنطقة العسكرية السادسة العقيد حي الحاصل للأنظل أنه تم تحرير سبعة أسرى من جنود الجيش الوطني مقابل سبعة من الميليشيا الحاصر كشف عن ترتيبات جديدة لإبرام صفقة قادمة والإفراج عن عدد من الأسرى بين الطرفين ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا علي الجرادي أهلا وسهلا بك علي ما زلنا في زخم تبادل الأسرى والمقتطفين بين الحكومة والحوثيين وأيضا السعودية وسودان وما إلى ذلك الآن هذا الخبر المتعلق بالإفراج عن أسرى بين طرفي الحكومة والحوثيين في الجوف ومأرب هل من تفاصيل يمكنك أن تطلعنا عليها عليه؟ حيشان هذه الصفقة ليست صفقة رسمية إنما تشيرت عليها الحكومة الشرعية تحديدا ولذلك التفاوث مع الحوثيين إنما هي صفقة محلية قبلية عادة كانت تحدث هذه الصفقات طوال السنوات الخمسة الماضية تقريبا في المنطقة العسرية السابسة وفي الجوف تحديدا أكثر من ستمائة أسير تم الإفراج عنه خلال الخمسة الصنوات الماضية بصفقات قبلية أو بوساطات قبلية أفرجتها عن العشراء أبضل المهات من أسر الجيش من الطرفين طبعا اليوم نحن عام صفقة قبلية نفذتها شخصيات قبلية الجوف أفرجتها عن أربعة عشر أسيرا من الطرفين سبع أشخاص من عناصر الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابسة يقابلهم سبع أشخاص من عناصر ميليشيا السابسة أيضا الذين كانوا يقاتلون في جبهات الجوف في القطرات الماضية وتم أسرهم في أحد المعارك مسؤول ملف الأسراء في المنطقة السابسة تحدث لنا وقال بأن هذه الصفقة ليست الأولى ولكن تبقتها الكثير من الصفقات في الأعوام الماضية وهم بصدر استكمال دقية الأسر الذين ما يزالوا في إطار أو في سجون بنيشيا الحروطي وأن هناك صفقات ستلي هذه الصفقة خلال السأل الأيام القادمة والأشهر القادمة سيكون هناك صفقات قادمة بإذن الله من عبر وساطات قبلية وعبر وساطات نحلية خاري إطار الاتفاقيات والمفاوضات التي تشرف عليها أو ترعاها الأمم المتحدة في حضور التحالف والحكومة الشرحية والحوتيين أيضا إذن صفقات متعلقة فقط بمحافظة الجوف علي؟ هذه الصفقات عناصر المدينة التي يتم التراجع عنهم هم ليسوا شريطة أن يكونوا من أذن محافظة الجوف لا إنما هم عناصر كابعين للججيش الوغضاني من عدة محافظات منهم من كعز منهم من ريمة أيضا هناك أشخاص من حجة من دمار من مبتلة المحافظات لا أقصد في جبهات الجوف هم مشاعر وقبائل من أبناء الجوف نعم بتأكيد أن المقاتلين وأيضا الجنود من مختلف المحافظات لكن هل هي متعلقة فقط بالمنطقة العسكرية السادسة ونطاق محافظة الجوف في الحقيقة نعم هذه الصفقة هي متعلقة بالإطار إطار النطاق مع المنطقة العسكرية السادسة والتي يتواجد فيها الجيش الوطني في عدة محاور سواء من الريان من اليتناف وصولا إلى محافظات الكسارة وقبل ذلك كان هناك تواجد في الجبهة الجنوبية من مارس كان هناك وجود عناصر من المنطقة السادسة في هذه المنطقة الإجمالة الإجمالة ما أريد أن نشر ذلك أن هؤلاء الذين يتم راجعونهم قوة من خلال سطف قدلية تجريها عناصر قدلية في محافظة الجوف وفي ضمن نطاق المنطقة السادسة يتم الإطراج فيها عن المئات والعشرات من أسرى الجيش الوطني الذين أثرتهم مليشيا وفي المقابل يتم الإطراج أيضا عن أسرى جماعة الحودي الذين يتواجدون في سجل الشرعي شكرا جزيلا لك مراسلنا من مأرب الزميل علي الجرادية قالت نائبة مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة باليمن غادا مضوي إن اليمنين يعانون من تهديدات خطيرة والملايين بحاجة إلى مساعدات طارئة وشارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن إلى أن القتال الأخير في شبوة ومأرب زاد من معاناة النازحين وأدى إلى موجات نزوحا داخلية وحذرت غادا من استمرار منع اللقاحات في منطقة سيطرة مليشيا الحوثي ما أدى إلى عودة انتشار أمراض كان اليمن قد أعلن خلوه منها فاليمنيون يعانون من تهديدات إنسانية خطيرة في أرحاء البلاد 21 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة طارئة والأحداث الأخيرة قد زادت من المشاق الإنسانية فالأمطار هطول الأمطار قد أثر على 100 ألف شخص وتأثيرها على الوضع الإنساني كان محدودا ولكن يمكن لظواهر الجوية أن تسوء وأن تؤثر سلبا على الوضع الإنساني لم يزداد القتال ولكن الاشتباكات التي اشتدت حداتها في مأرب وشبوة قد أدت لنزوحي 10 ألاف شخص منذ بداية مارس الأمراض التي يمكن تجنبها مثل الحصبة وشل الأطفال تنتشر بوتيرة خطيرة وهي تعرض حياة الصغار للخطر نحن نخشى أن عملية اندلاع هذه الأمراض يمكن أن تسوء خاصة في المناطق التي يسرت عليها الحال في غضون ذلك كشف تقرير أممي عن ارتفاع الإصابات بمرض الحصبة في اليمن لأكثر من 9 ألاف إصابة بينها 77 وفاة من الأطفال منذ مطلع العام الجاري وحذر مكتب تنسيق شو الإنساني في أحدث تقرير له من أن الإصابات بالديفتيريا والسعال ديكي أخذت في الارتفاع فضلا عن زيادة عدد الوفيات الناجمة عن كل مرض أضاف أن التحديات التي تواجه حملات التحصين خاصة في مناطق الحوطيين تسببت في سمرار انتشار حالات الإصابة بالأمراض المتفشية التي يمكن الوقاية منها واشر إلى أن حملة المعلومات المضللة التي تنفذها الميليشيا ضد اللقاحات وبدافع عدواني كان لها تأثير سلبي في مناطق سيطرتها بل وصل تأثيرها إلى المحافظات الجنوبية في شان آخر قتل رجل وطفل في قصف حوثي بطيران المسير في محافظة الحديدة وقالت مصادر محلية ان ميليشيا الحوثي شنت قصفا عشوائيا بالطيران المسير ما أسفر عن مقتل رجل وطفل وإصابة آخرين بجروح متفرقة في مدرية حيس وتستمر ميليشيا الحوثي في شن القصف العشوائي على الأحياء السكنية رغم الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى عملية سياسية تنهي الحرب أقدمت عصابة مسلحة على نهب سيارة أحد المستثمرين في محافظة إب مصادر محلية قالت أفراد عصابة مسلحة يرتدون أقنع نهبوا بقوة السلاح سيارة أحمد الحطامي من أمام منزله حيث كان يقودها نجله عجبره على النزول منها دون معرفة ملابسات وأسباب الحادثة وخلال الأيام الماضية زادت جرائم السرقات في محافظة إب حيث تعرضت ثلاث سيارات وعشرات الدراجات النارية للسرقة فضلا عن تفشي ظاهرة الانتشال بالشوارع المدينة في ظل استغلال زيادة حركة الناس لشراء حاجاتهم ومستلزماتهم العيدية دعا مصدر محلي في محافظة تعز القائمين على مشروع تعز التربة إلى سرعة إنجاز مشروع الطريق وقال رئيس اللجنة المجتمعية لمتابعة طريق تعز التربة المهندس سلطان الحكيمي إن التأخر في هذه الطريق والشريان المهم للمدينة له أثار سلبية واجتماعية وبيئية وتعتمد مدينة تعز المحاصرة منذ سنوات على طريق هيجة العبد الذي يربط المحافظة بمحافظات لحش وغدن لماذا لا توجد إرادة قوية أو تستدعى الإرادة عدم الاهتمام بهذه الطريق وغيرها هو إهمال لمعنى التنمية لمعنى المعنى الاجتماعي لأبناء اليمن هذا تعزل أن تستقبل أكثر من ناس داخلين خارجين معانا القوازات من كل أبناء الوطنية وأن تعز تفتح ذراعيها لكل الناس فهذا اللي يمر على هذه الطريق يحس بالمرارة لذلك ماهيش الله كمان تنمية كمان في تنمية اجتماعية يجب أن تحضر يجب أن تستدعى الإرادة القوية لإنقاذ هذا الطريق تعز تدفع تمان معاناتها بطرق شريان حياتها يعني بدل ما تكون هذه الطرق وسيلة من وسائل الهروب من أوضاع الحرب إذا بنا نحن تكرر المأساة نفسه هذا هي الطريق الآن هذا اللي نقول لك أنا أحس بالخوف والقلق أنهم لا تستمر هذه الوطيرة طبعا إذا عرفتم أكثر إذا أنتم تريدون أكثر عليكم الذهاب هناك في قهات في قهات الشرافية في قهات استشارية هي القهات المختصة هم إذا كان فشل المشروع هذا أو البطء نقطة صودة في إدارة المشاريع إذا لم ينتبهوا لهذا الكلام هذا مهم جدا استدعاء الدولة والعمل بوتيرة ضرورة استدعاء الإرادة يجب أن تكون هناك إرادة قوية أن هذا الطريق يجب أن تنقز هناك برنامج زمني يجب أن يكون واضح للناس يعرفوا أي واحد سواء الزائر اللي تعز أو الخارج أو الواقع يعرف أن الطريق الآن إنجزت بنسبة معينة تشهد الأسواق الشعبية إقبالا للمواطنين على شراء الخبروات الأساسية التي تشكل إضافة للسفرة الرمضانية وبكميات كبيرة ويعد واد المشاعر في مديرة المعافر بريف تعز سلة خضروات ترفض الأسواق فضلا عن كونه موردا مهما للكثير من الأسر يعد واد المشاعر أحد أبرز الأودية الزراعية في مديرية المعافر جنوبي محافظة تعز إذ يتفرد عن غيره بزراعة الخضروات الأساسية منها التي تحتاجها السفرة الرمضانية خصوصا وأنها باتت أكثر طلبا طوال أيام الشهر الفضيل وهذه المشاعر يعني يمتاز على بقيات المناطق يعني بالخضروات بالباقل بالكراث يعني بكل حاجة داخله الخضروات ما يحتاجها ورمضان بالطماط بأي شيء على هذه المساحة الشاسعة يواصل المزارعون حصد الخضروات بمختلف أنواعها كالكراث والفجل والكزبرة حيث تتسع زراعتها وتشكل رافدا للسوق الشعبية وسط إقبال المواطنين على شرائها بكميات كبيرة نظرا لقيمتها المناسبة أقول لك الكراث والباق والكزبرة تقول لك مدحة حديدية لأنه فيه لون شاك يكون للصائمين في الصائمين في لون شضائمين مع الفضار مع العاشاء مع هذا يجدوا تجد الثلاثينية أضواء موسم حصاد الخضروات هذه الأيام طرصة رابحة ومصدر دخل مهما حيث يبلغ متوسط دخلها اليومي ثلاثين ألف ريال ما نعيش الله بالكراف برمضان ما معاناش دخل غير الكراف الباقل القرقير الكبزراه ما معاناش دخل غيره ولا معانا على أي حاجة المهم الله نعيش عليه يوم يومي عليه يمثل وادي المشاعر سلة خضروات طيلة العام لكنه في رمضان يتحول إلى مورد هام لبعض الأسر ليبقى لهذه الخضروات خصوصية وميزة في شهر الصوم إبراهيم سعيد قناة بالقيس تعز وينضمه معنا من تعز مراسلنا إبراهيم سعيد مساء الخير إبراهيم إبراهيم تسمعني؟ نعم أهلا بك إبراهيم دعني أسألك سؤال يعني لفت انتباهي اسم الوادي وادي المشاعر نعم وادي المشاعر من أين جاءت التسمية قبل أن نتحدث عن هذا الوادي نعم وادي المشاعر يعني اتدى الناس على هذا الاسم قديما وباتوا يعني يطلقون عليه فالقضروات رمضانية طوال ليس في رمضان ولكن طوال أيام يعني طوال السنة وبالتالي كان قد يعني رفض السفرة الرمضانية بالخضروات الأساسية هذه الأيام وحتى في الأسواق الشعبية على امتداد رياف تعز حيث شكلت هذه الخضروات يعني خطوطية وإضافة للسفرة الرمضانية كما قلت وأيضا يعني يرجع السبب بكثرة هذه الخضروات هذه الأيام هذه الأيام مع بد موسم الأمطار باكرم وادي المشاعر كما هو معروف ومورد وأحد اللوديها التي توسع في زراعة الخضروات ولها أيضا ميزة خاصة عند الكثير منها كما ذكرت في التقرير الكراف والكثرة والعديد من الخضروات يعني هذه الأيام يعني هو طوال السنة ولكن خاصة في هذه المناسبة نعم هو طوال السنة ولكن يبرز دوره أكثر في رمضان نعم طوال السنة لكن في رمضان نعم بالتأكيد يبرز دوره ويبرز أيضا يعني وفرة هذه الخضروات في رمضان وهو كما قلت مورد مهم للكثير من الأسر التي تتحين هذه الفرطة منذ بداية العام أيضا لاحظنا في الأسواق اقبال متزايد هذه الأيام على هذا النوع من الخضروات التي يكثر استهلاتها في هذه المناسبة السنوية لكن ما يويزه هذا العام هو وفرتها كما ذكرت وأتعارها حتى المناسبة أمام الكثيرين أيضا لهذه الخضروات يعني إضافة وميزة خاصة إضافة إلى الطباق الرمضاني الشعبية الأخرى التي تحضر في ريس الحبارية كما هو معروف مثل الأشفوت والشربة واللحوح ولم يتخل عنها السكان الريس المالهى منك خاصة في رمضان نعم إذا نعم إذا ما تحدثنا عن أوضاع فقد ماضى شهر رمضان هذا العام يعني وأثقى لكها الكثير خاصة مع مهوبة الغلاء نتحدث اليوم عن عاجز أغلب الأسر في توفير أبسطة لتطلبة الأساسية حالة خط شعبي خاصة وأن السكان يعيشوا أوضاع صعبة مع قدوم العيد وغلاء الملابس الرقابة هي أيضا تنعد تماما خصوصا مع تلاعب التجار نعم نعم إذن شكرا جزيلا لك إبراهيم سعيد مراسلنا من تعز كنت معنا عبر الهاتف من هناك أعلن برنامج الغذاء العالمي وصول سفينة محملة بالقمح الأوكراني المخصصي لتقديم المساعدات الإنسانية في اليمن وقال البرنامج في بيان إن سفينة رست في ميناء الصليب الحديدة وعلى متنها 30 ألف طن متري من حبوب القمح لدعم المساعدات الإنسانية في اليمن أضاف البيان أن هذه الشحنة ستساعد البرنامج على معالجة الفجوات الفورية في المساعدة خاصة في ظل قيود تمويل التي يواجهها وأشار البيان إلى أن الاحتياج الفعل في اليمن يقدر بقرابة 85 ألف طن من القمح شهريا وأن البرنامج يعتمد على دعم المانحين المستمر لمنع حدوث المجاعة يواصل عشرات المتطوعين في طريق القبيطة إعداد وتقديم وجبات إفطار مجانية للمسافرين في مديرة القبيطة بمحافظة الأحي وينظم الأهالي مبادرتهم الخامسة من خلال تقديم الأطعمة الرمضانية للعابرين في الطريق البديل بعد انقطاع الطرق الرئيسية بين المحافظات منذ قرابة ثماني سنوات وتهدف مبادرة إفطار المسافرين للتخفيف من معاناتهم بسبب وعورة الطريق في واحد من المنافذ المتبقية أمام حركة التنقل والنقل والتي تخلو من توفر أبسط الخدمات كالمطاعم والمحطات مبادرتنا ومشروعنا هو مشروع خيري مبادرة لإفطار الصائم وتقديم مقبة الفطور والعشاء على مدى طول طريق مديرية القبيطة الطريق الوعير الذي تضيف معاناة المسافرين والنازحين ونقل البضايع في طريق مديرية القبيطة هذه الطريق التي تعتبر الشرين الوحيد أصبحت تربط الشمال بالقنوب نحن نقدم مقبة فطور وعشاء وأحيانا نقدم السحول لبعض الطرقات لبعض المواطنين الذين يظلون عالقين في هذه المنطقة نقدم ما نستطيع لخدمة المسافرين بشكل عام داخل المديرة القبيطة سواء كانوا نازحين أو مسافرين أو مارين نظم ثنانو حضر موت بقاعة نادي متطوعون في المكلة فعالية الإفطار السنوي والأمسية الرمضانية شاركة الأمسية التي أقيمت بدعم من حزب الإصلاح الكثير من المبدعين الوسط الفني والمهتمين بشأن ثقافي وعدد من شخصيات الاجتماعية في المحافظات الشرقية وأكد المشاركون أهمية تكوين تكتل فني موحد لكل فناني المحافظات الشرقية تميز تميز محافظة حضر موت عن بقية المحافظات اليمنية الأخرى بعادة الختام الرمضانية وتتضمن فعاليات دينية فعاليات دينية وثقافية واجتماعية وفنية إلى جانب كونها تسهم في خلق مناخ مناسب لتوفير فرص عمل للكثير من الشباب التفاصيل في سيق تقرير تالي يحرص الكثير من الشباب على استغلال مناسبة الختائم طلبا بكسب الرزق طوال أيام شهر رمضان في محافظة حضر موت هنا في ساحة مسجد بحر النور بمدينة المكلة وجد الشاب هاشم ببحر فرصة سانحة لبيع ألعاب الأطفال في بسطته الصغيرة ودأب على ذلك منذ ما يزيد عن عشر سنوات باعتباره مصدرا للدخل يعينه على توفير متطلبات أسرته في شهر رمضان ومناسبة العيد أنا من ضمن الناس اللي تشتغل في الختم تقريبا أكثر من عشر سنوات والختم يعتبر مصدر رزق لنا ووفرنا جميع احتياجات العيد ويعني من أهم الأشغال اللي تكون في رمضان هي شغل الختائم تأجه الأرويقة والساحات المحيطة بالمساجد في المكلة بالكبار والصغار طيلة رمضان احتفاء بفعاليات الختائم حيث يحييها الأهالي في كل حي على حدة كمظهر من مظاهر الاحتفال بختم القرآن في المسجد وتعتبر من العادات القديمة التي توارثتها الأيال بالنسبة للختم نحن نفرح في هذا اليوم الأطفال يفرحون نلبسهم ملابس جديدة نحتفل سبحان الله يعني في روحانية بالنسبة للمسجد يكون في ختم قرآن وفي تكريم وفي روحانية جدا جميلة في هذا اليوم الكل يفرح نجي من مناطق ثانية تصير عزايا في البيوت نخرج للأطفال يلعبون يفرحون يشوفون الألعاب يشتري لهم يستمتعون يعني نحن كأسر حتى نفرح فرحتهم كأنه يوم عيد بالنسبة لنا لا تخلوه فعالية الختائم من الهازيج والألعاب الشعبية القديمة التضيف وأجواء فرايحية خصوصا لدى الأطفال كما تسهم في الحفاظ على الموروث الشعبي والحضاري للمحافظة محمد عمر قناة بلقيس المكلة وصلنا إياكم مشاهدين إلى ختم النشرة هذا تذكير بأهم العروي السعودية تعرب عن أملها في أن تكللت صالتها مع الأطرف اليمنية بتحقيق السلام واشنطن تدعو ميليشيا الحوتي لسماح بوصول المساعدات والإفراج الفور عن موظفيها الميليشيا تعلن الإفراج عن 21 من أسراها في عملية تبادل مع الحكومة بوساطة محلية وادي المشاعر فتعز رافض مهم للأسواق والخضار ومورد للكثير من الأسر مشاهدين كانت هذه هي الأخبار حتى الساعة نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر